بداية أرحب بالصديق العميد خالد بن حمد العطية رئيس الاتحاد الرياضي العربي للشرطة الذي يحمل معه أينما ذهب عنوان العروبة وعنوان الأمن ولو من خلال الرياضة والتدريب ويخصص وقته وجهده واهتمامه وأفضل ما لديه لهذه العروبة والتفاهم بين كل الدول العربية ولو على قاعدة التعاون الشرطي بين كل الأجهزة الأمنية في العالم العربي أهلا وسهلا بكم وبكل الذين شاركوا من العرب في هذه الدورة لأنكم تحملون معكم مشاعر دولكم وتحملون معكم أمن دولكم وتتحملون معنا حملة العروبة في لبنان التي تحتاج لتفاهمكم ولتعاضدكم ولكل ما يستطيع قاعدة الدول التي تمثلونها أن يفعل وجودكم هنا مع سعادة الصفراء العرب طبعا الذين يمثلون دولكم هو ذليل على دعم عروبة لبنان وعلى استمرار عروبة لبنان وعلى نجاح عروبة لبنان في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة الكثير من المشاكل والكثير من الحروب والكثير من الحرائق التي تجعلنا ولو لبرهة أو للحظة أو تجعل غيرنا تعتقد أن هناك خلاص خارج العروبة هذا غير صحيح العروبة هي هويتنا وهي حقيقتنا وهي ماضينا وهي حاضرنا وهي مستقبلنا أيضا 17 دولة عربية تشارك بين الكثير منها خلافات واختلافات والسياسة وربما غير ذلك أيضا لكن يجمعها الاتحاد العربي الرياضي العربي للشرطة المنبثق عن مجلس وزراء الداخلية العرب الذي يرعاه دائما بنجاح ويستمر في الاهتمام فيه رائد الأمن العربي الأمير محمد من نايف من عبد العزيز ولي العهد السعودي وزير الداخلية أذكر أنني في المؤتمر الأخير لمجلس وزراء الداخلية العرب طرحت إنشاء نواة معلومية صلبة بين قوى الأمن العربية لتشكيل آلية دائمة للتواصل والتنصيق والتعامل مع الوقاعة الجديدة هذا النوع من البطولات الغياضية هو شكل من أشكال التواصل لكن المطلوب أكثر فالأمن في أي دولة ما عاد يعنيها فقط وحدها بات الأمن متداخلا بين الدول تماما كما هي ثورة نيو ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي الأمن بات مشتركا ولا بد من التنصيق الدائم والمستمر كي نصيب أهدافنا بدقة 17 دولة هنا اليوم تجتمع للمشاركة في دورة رياضية أهلا بكم في لبنان مرة أخرى حيث ستتنافسون على من يستطيع أن يصيب بدقة أكثر من الآخر في الرماية التكتية ورماية الدقة وهذا هو الأهم أن نتعلم كيف نصيب أهدافنا بدقة أكثر من الآخر في الرماية التكتية ورماية الدقة والأهم والأهم أن نتعلم كيف نصيب أهدافنا بدقة ليس في الرماية فقط ولا في الأمن فقط بل في السياسة ولو كان عبر الرياضة وفي كل مكان هذه البطولة تساعد بطبيعة الحال رجال الأمن وسيداته أيضا على تحسين أدائهم في دقة الإصابات وهذا هو الأكثر أهمية لأن الخلافات كثيرة هي التي تنشأ من الرمي العشوائي ومن عدم تحديد الهدف أو عدم إصابته وربما يكون الهدف المشترك بين كل الدول العربية هو مواجهة الإرهاب وإصابة التطرف بدقة على مختلف المستويات وكذلك مواجهة المشاريع الإقليمية ليس بالطريقة التقليدية العشوائية التي كانت تتم لسنوات وسنوات بل بدقة واحتراف وسياسة ثابتة ومستمرة ما يجعلني أشعر بالفخر أن لبنان قادر على جمع كل العرب بحماية رجال الأمن اللبنانيين الأمن اللبناني الذي استطاع خلال السنوات الأخيرة أن يجعل لبنان واحد أمن واستقرار في محيط من الحرائق والنزاعات العسكرية والسياسية وسط الحرائق الكبير في المشرق العربي والمغرب العربي انتخبنا في لبنان رئيسا للجمهورية وشكلنا حكومة تخذت شعارا لها استعادة الثقة لدى المواطنين واستعادة الثقة لدى العرب أيضا الأخوان والأشقاء وأتمنى أن تكون هذه الدورة فاتحة الخير للعلاقات اللبنانية العربية وهنا نحن قاب قوسين أو أدنى على ذمة غيري من الاتفاق على قانون انتخابات لنجريها في موعدها التقني رجال قوى الأمن الداخلي استطاعوا تحقيق ما عجزت عنه أجهزة أمن عريقة من عمليات استباقية في مجال مكافحة الإرهاب وضرب خلاياها حتى قبل أن تتحرك ما جعل الغرب والعرب والانتربول يعترف أن لبنان بات واحدا من الدول الأكثر أمنا وأمانة في المنطقة قوى الأمن لدينا تحقق إنجازات أيضا في حماية الأمن الاجتماعي في توقيف الصارقين وفي توقيف المجرمين المتهمين بالقتل أحيانا بعد ساعات قليلة جدا من تنفيذ جرائن هنا لا بد من توجيه التحية إلى المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوس الذي كانت له الذي كانت له أياد بيضاء في دعم الرياضة داخل المؤسسة وأشكر منظمين الدورة والعميد الصديق على الدرع الذي منحه لللواء بصبوس الذي يستحق مثله وأكثر كذلك شارك اللواء بصبوس في تأسيس بعض الفرق الرياضية أخيرا أشكر وأحيي المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي يستكمل أو نريده أيضا أن يستكمل المسيرة البيضاء والناجحة والناصعة لللواء بصبوس أشتم عاش لبنان عاشت العروبة وأهلا وسهلا بكم مرة ثانية في وطنكم الدائم العربي لبنان شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة